السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا اعزائي الطلاب وطالبات الصف الرابع الاتدائي. اليوم ان شاء الله درس جديد من منهج اه يونس سبن لسونز فايف ان سيكس. الدرس الخامس والسادس من الوحدة السابعة. الشرح من المرخص المعاصر. طمع مشروع قراءة. لسن اندريبيت. جيت. جيت. باكباك. باكباك. مدرن. مدرن. تلاسروم. تلاسروم. تيتشر. تيتشر. غاس. غاس. دي بلو نيروس نيروس بانس بانس كاند بوي شوبين اريا شوبين اريا شو ستور شوبين مول شوبين مول ماث ماث طبعا ايه تيش تنطق ماث طلع ايه زي نثاء اه حرف الثاء في اللغة العربية الايكتريسيتي الايكتريسيتي كويتر 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 جاس كار بوسيبل هستوري برجيكت فوتوز نويزي نويزي غري تي شيرت جيمز بيج فيفتي سيكس وووك ووكت رميمبر رميمبر رميمبرد ليف ليفت ستي ستيد كراي كرايد ستادي ستاديد كاري كاريد وانت وانتد افعال المتزمة سبيك سبوك ساي سيد ستاديد افعال المترجمات والمترجمات يومي افعالي 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 كما يمكن مثل هذا كانت مجموعة ثم وانتظر افعالي 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 طبعا احنا نجيب لك نوتس ملاحظات اليوم الاول من الدراسة سيكس ييرز اولد اسوان نيرفوس ستي ات هوم بلاي سكول جيت كلاس روم كلاس روم طبعا كلمات دي بيساعدك اللي هي تكوين الجملة ساعدة تكوين الجملة طبعا دي كلمات مساعدة عشان تكون جملة وتكون بارغراف تعبير طبعا للتذكير الجملة تتكوين من فاعل وفاعل وتكملة التكملة قد تكون مفعول صفة حال حرف جر والفاعل طبعا فاعل الجملة لا بد من فاعل الجملة وهو شيء اساسي قد يكون اسم او ضمير اسم او ضمير والفاعل يصرف على حسب الزمن يصرف على حسب الزمن سواء زمن مضارع معلومة ثلاثة مضارع بسيط مستمر تام تام مستمر او ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي ماضي مستمر ماضي تام ماضي تام مستمر وكذلك المستقبل هنا اليوم الاول من الدراسة هنا طبعا هو مستخدم طبعا زمن المضارع بسيط والماضي بسيط لسهولة للتسهيل على الطلاب I remember my first day of school طبعا اتذكر اليوم الاول من الدراسة I was six years old and I lived in اسوان كنت ست سنين كنت عايش في اسوان I was very nervous كنت متعصب عصب يعني متعصب جدا I like it staying at home with my family كنت بحبت طبعا الجلوس في البيت مع العائلة عائلتي I want to play with my toys I didn't want to go to school كنت عاوزة لبعا العابي ما كنتش عاوزة اروح المدرسة I put on a blue t-shirt grey pants and black shoes طبعا ارتديت تشرت ازرق grey pants وبنطال بني رمادي وحزاء اسود I carried my backpack وحملت حقيبة الظهر mom and I walked to school انا وولدتي ذهبنا الى المدرسة at the school gate I wanted to cry عند بوابت المدرسة كنت اريد ان ابكي I said goodbye and I walked into the classroom قلت مع السلامة وذهبت الى فصل الدراسة the teacher asked me to sit next to a boy called مروان طبعا المدرسة طلبت مني الجلوس بجوار مروان the teacher was very kind طبعا المدرس كانت عطوفة جدا we studied math and played games درسنا الرياضيات والعبنا لعبنا العاب it was fun كان يوم جميل the next day I wasn't nervous اليوم التالي ما كنتش طبعا عصبي I was excited كل متحمس I wanted to see my new friend مروان كنت اريد ان ارى او شاهد صديقي مروان I wanted to learn math and I wanted to go to school كنت اريد ان اتعلم الرياضيات وكذلك اريد ان اذهب الى مدرسة buy هنا طبعا يونس طبعا تبدأ طالب يونس هنا page 58 read and learn how to plan your writing كيف تخطط كتابتك اول حاجة write notes write notes write notes بيساعدك على او كتبتهم والحضرات تساعدك على تخطيط البراغراف بشكل جيد we use keywords number two when we write notes طبعا يسقط ان كلمات مساعدة او استرشادية عندك كتابتهم واللحظات we don't write sentences طبعا لا نكتب جمل في كتابتهم واللحظات انما كلمات فقط الكلمة دي تساعدك عندك كتابة الجمل page 59 look listen and read my town then and now طبعا مدينتي في الماضي والحاضر we are doing a history project in school about our town طبعا بنعمل مشروع تاريخي في مدرستنا عن مدينتنا we looked at old photos نظرنا على الصور القديمة we spoke to our older neighbors to find out as much as possible طبعا تحدثنا مع جراننا القدامى لنجد او نكتشف اكثر شيء ممكن grandma says that her mom and dad drove cars like this طبعا الجدة قالت انها والدها ووالدتها قادوا او كان معهم سيارة زي في الصورة all the cars wear gas cars طبعا كل السيارات كانت سيارات تعمل بالغاز they were very noisy وكانت طبعا تحدث دوضاء كبيرة now we have a car that uses electricity and gas طبعا عندنا سيارة تستخدم الكهرباء والغاز it's much cleaner and quieter طبعا هي طبعا نظيفة اكثر واكثر هدوء here our town had a shopping area but it was very old طبعا مدينة هنا فيها منطقة تسوق لكنها قديمة جدا that worked in a show store on saturdays بابا بيعمل في مخزن او مستودع للحزيه ايام السبت هنا saturdays عند ضغط الاست معناها ايام السبت saturdays ايام السبت sundays ايام الحد يعني ايام الحد من كل اسبوع ايام السبت من كل اسبوع هنا today we have a big modern shopping mall but i don't like shopping طبعا اليوم طبعا معنا او لدينا مركز نزوق حديث لكن لا انا لا احب التسوق i don't i want to play football اريد ان العب كرة القدم وكده اعزائي الطلاب اه نكون انتهيت ان شاء الله مشارح الوحدة السابعة اه من منهج connect اشوفكم ان شاء الله في الوحدة الثمنة الدرس القادم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته